سمع الله لمن حمده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم نور على أهل القبور قبورهم اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا خطايانا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم اجعل جنة الفردوس مثوانا اللهم اجعل جنة الفردوس مثوانا اللهم اجعل جنة الفردوس مثوانا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ممتحنا إلا نجحته ولا باغيا إلا أهلكته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين أما جعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا من يول علينا شقيا ولا محروما اللهم من توفيته منا فتوفه على الإسلام ومن أحييته منا فأحيه على الإيمان اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا دعاءنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وإخواننا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أنجي إخواننا المسلمين المظلومين في القرى وفي كل مكان اللهم انصرهم على الطغاة الظالمين اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم زلزل أركانهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جماعتهم اللهم أضعف قوتهم اللهم أكسر قوتهم بحولك وقوتك يا قوي يا عزيز اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفي صاهب المركز من الأمراض اللهم اشفي من الأمراض اللهم اشفي من الأمراض اللهم تقبل منه جميع أعماله اللهم تقبل منه جميع تبرؤاته اللهم كله وليا ونصيرا اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم بارك له في جميع وظائفه اللهم بارك له في جميع أعماله اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم فاجمعنا معهم في جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا اللهم خذ بناصيتهم للبر والتقوى اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم اللهم هون عليهم حفظ القرآن الكريم والعمل به برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كله وبصفاتك العلا على أن تقبل منا جميع دعواتنا وعباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المقسط الجامع الغني المغني المانع المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور مالك الملك ذو الجلال والإكرام اللهم تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد